بيبدأ الفيلم بأختين اسمهم مي ودرو وبيكونوا هما الاثنين ركبير العربية وراحيل للبحر علشان يغوصوا في المياه واستكشفوا بعض الجهوف في الأعماق زي ما هما متعودين يعملوا في كل سنة وبيكونوا مبسوطين جدا برحلتهم وبيفتكروا أيام ما كانوا أطفالوا وبينزلوا البحر السوا وبعدها بيوصلوا للبحر وبيجهزوا موداتهم وبيلبسوا بدا للغطس وبينزلوا المياه وبيغطسوا وتحت المياه بيتأكدوا أن أجهزة اللاسلك شغالة كويس علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض وبيبدأوا رحلتهم وبيكونوا نويين يختصوا لعمق خمسين قدم وبيبقوا مستمتعين جدا بالرحلة ولما بيوصلوا لعمق عشرين قدم بيلووا قدامهم كهف صغير فبيدخلوا علشان يستكشفوه وبمجرد ما بيوصلوا لما تخلي الكهف بيلحظوا أنهم ممكن يطلعوا لسطح المياه من جواه وهيقدروا يستريحوا شوية لكن هنا بتقابلهم مشكلة واللي هي أن الهواء اللي جواه الكهف ده ملوز بغازات سامة وممكن تموتهم فبتفتح دوره أنبوبة الأكسوجين علشان تنقل الهواء وبعدها بيدخلوا الكهف وبيطلعوا فوق سطح المياه وبيقلعوا الأقناع وبيرتحوا شوية وبتلاحظ دروه أن أختها ميه حزينة فبتسألها إذا كان في حاجة مدايقاها وبتكون دروه معتقدة أن ميه ما كانتش عايزة تختص معها أصلا ووفقت أن هي تختص معها علشان ما تزعلهاش لكن ميه بتنكر الكلام ده وبتقولها أن هي مبسوطة برحلتها معاها وبتلبس القناع وبتختص في المياه فبتختص دروه وراها وبتلاقيها بتعوم بسرعة كبيرة جدا فبتعوم دروه بسرعة هي كمان علشان تحصلها لكنها بتلاقي ميه وقفة بعيد ومش بتتحرك فبتكلمها على سلكي وبتسألها يا ليه وقفة فبتقولها ميه أن هي سمع صوت غريب في المياه وفجأة بتحصل هزة أرضية جديدة وبيع عليهم صخور كتيرة فبتطلب دروه من أختها ميه أن هي تقف عند الصخرة الكبيرة اللي جنبها وده علشان تحمي نفسها من الصخور اللي بتاع عليهم لكن ميه ما بترحقش تعمل كده وبتاع عليها صخرة كبيرة وبتنزل بها القاع البحر فبتتخض دروه جدا على أختها وبتكلمها من خلال اللاسلكي لكنها بتكتشف أن الإشارة ضعيفة جدا فبتقرر أن هي تنزل للأعمق علشان تدور على ميه وبتفضل دروه تختص تحت المياه لحد ما بتوصل لعمقه 100 قدم وبتلاحظ دروه أن إشارة اللاسلكي بقت قوية فبتكلم أختها ميه وبتعرف منها مكانها من خلال ضوء الكشاف اللي معاها فبتروح لها بسرعة وبمجرد ما دروه بتوصل لها بتكتشف أن ميه رجلها محشورة تحت الصخرة فبتحاول دروه أن هي تساعد أختها وتحرك الصخرة من على رجلها لكنها بتفشل لأن الصخرة بتكون كبيرة جدا فبتجرب أن هي تشد ميه من إيديها على أمل أن هي تخرجها من تحت الصخرة لكنها بتفشل برضو وبتتوطر هنا دروه وبتكون خايفة جدا فبتهديها ميه وبتطلب منها تطلع على سطح الميه تاني وتتصل بالنجدة علشان تيجي تنقذها وبتعرفها أن فيه أنبوبتين أكسوجين موجودين على الشاطئ وأن فيه أنبوبتين تانيين موجودين في العربية وبتقول لها تجيب لها أنبوبة منهم وده لأن الأكسوجين اللي معها قره بيخلص فبترفو الدروه أن هي تنفس كلام ميه علشان هي عارفة أن كمية الأكسوجين اللي مع ميه هتخلص بعد 25 دقيقة وده مدة ليلة جدا وده معناه أن هي مش هتلحق تجيب أنابيب الأكسوجين وترجع ليها فبتفهمها ميه أن ما فيش قدامهم حل تاني وبتقول لها أن هي هتتنفس ببطئة علشان ما تستهلكش كمية أكسوجين أكتر وبتطلب ميه من دروه أن هي تجيب معها الرفعة الصغيرة اللي موجودة في شنطة العربية علشان يستخدمها في رفعة الصخرة من على رجليها فبتنفس دروه كلام أختها ميه وبتعوم لحد ما بتطلع على سطحها المية وبمجرد ما بتوصل دروه للشط بتتفاجئ أن الصخور وقعت على المكان اللي فيه استوانات الأكسوجين والشنطة اللي فيها تلفوناتهم وبكده دروه مش هتقدر تتواصل مع أي حد نهائي فبتحاول أن هي تحرك الصخور علشان توصل للشنطة لكنها بتفشل فبتتوتر هنا دروه بتثبت ساعتها على الوقت اللي هيخلص في الأكسوجين اللي مع أختها ميه وبتجري دروه بسرعة ناحية العربية علشان تجيب أنبوبتين الأكسوجين اللي فيها وبتتفاجئ أن العربية مقفولة فبتمسك صخرة وبتكسر إزاز العربية وبتاخد أنابيبي الأكسوجين وبعدها بتدوسها على زرار الشنطة بتاع العربية علشان تفتحها وتاخد منها الرفع اللي هي ترفع بيها الصخرة من على رجل أختها ميه لكن الزرار بيبقى عطلان والشنطة مش بتفتح فبتقرر أن هي تستخدم السكينة اللي معاها علشان تقطع بيها الكرسي الخلف للعربية على أمل أن هي توصل للشنطة لكنها مش بتقدر تعمل كده لأن الكرسي بيكون وراء صفحي معدني وبيمنع وصولها للشنطة فبتحتر هنا درو بتبقى مش عارفة تتصرف إزاي وبتبص في الساعة وبتتفاجئ أنه فضل 8 دقايق والأكسوجين يخلص من أختها فبتتر تاخد استوانة الأكسوجين علشان تختص بيها وتديها لأختها ولكن بتكتشف درو إن استوانة الأكسوجين بتاعتها قرار بتخلص وفجأة بتشوف قدامها مركب على مسافة بعيدة في البحر فبتنده على صاحب المركب دي وبتشاور له علشان يجي ساعدها لكنه مش بيسمعها وبيكون فاضل في الوقت ده دقيقة واحدة والأكسوجين اللي مع مي يخلص فبتتر تدرو إن هي تاخد أنبوبة أكسوجين واحدة وتنزل بها المية وقبل ما تختص بتنده مرة تانية على صاحب المركب يمكن يسمعها وأثناء ما هي بتعمل كده بتقع منها الأنبوبة بتاع الأكسوجين في البحر وبتلاحظ درو إن الوقت مش كافي إن هي تنزل تدور على استوانة الأكسوجين تحت المية فبتقرر إن هي تروح لأختها ماي وتديها أنبوبة الأكسوجين بتاعتها هي وبمجرد ما بتوصل درو المي بتكتشف إن الأكسوجين اللي معها خلص فعلا وبتكون ماي على وشك الموت لكن درو بتوصل لها في الوقت المناسب وبتساعدها علشان تتنفذ من أنبوبة الأكسوجين الخاصة بيها فبتقول درو المي إن أنبوبة الأكسوجين واعت منها في قاع البحر لكنها عارفة المكان اللي وقت فيه وبتديها انبوبة الاكسوجين بتاعتها وبتختص هي غطس حرة من غير استوانات اكسوجين وبتروح تدور على استوانها اللي وقت منها وبمجرد ما بتمشي دروب تكتيش في مية ان فيه ثقب في خرطوم استوانات الاكسوجين اللي هي خدتها من اختها وفي الوقت ده دروب تكون بتدور على استوانات الاكسوجين بين الصخور وبيسيطر عليها حالة من التوتر وبتتحرك بسرعة في اكتر من اتجاه لحد ما بتلاقي استوانات الاكسوجين فبتاخدها وبترجع بيها الاختاهم ايه وبيبتدر اسطونات الاكسوجين مع بعض وبيلبسوا الاقناع علشان يقدروا يتكلموا سواء من خلال اللاسلكي فبتحكي دروه الاختاهم ايه ان الصخور وقت على الشنطة اللي فيها المفاتيح العربية وتليفوناتهم فبتقترح دروه على ميه ان هي تروح للكنيسة اللي على بعد كيلو من الشاط او ان هي تروح للمركب اللي هي شافته في البحر علشان تطلب النجدة وتنقذها من اللي هي فيه لكن ميه بتقول لها ان المسافة للكنيسة كبيرة جدا وان هي قبل ما توصل للكنيسة هيكون الاكسوجين اللي معها خلص وبتفاهمها ان المركب اكيد هتكون مشيت وده معناه ان دروه مفيش قدامها غير ان هي تتصرف وتفتح شنطة العربية باي طريقة علشان تجيب منها الرفعة ويرفع الصخرة فبتقتنى دروه كلام ميه وبتقرر ان هي تطلع لسطح المية وبتعرفها هنا ميه ان فيه ثقب في خرطوم استوانة الاكسوجين بتاعتها وان هي لازم تصلح الثقب ده لما توصل للشاط علشان الثقب ما يكبرش والاكسوجين يتصرب من الاستوانة وكيميات كبيرة فبتفهم دروه المطلوب منها بالزبط وبتطلع للسطحة بسرعة وبيبقى عندها امل كبير ان هي تلاقي المركب لسه موجودة لكنها بتكتشف ان المركب اختفى فبتعوم لحد الشاط وبتجري على العربية وبتحاول اكتر من مرة ان هي تفتح شنطة العربية علشان تجيب منها الرفعة لكنها بتفشل فبتطلع دروه الخريطة وبتحدد مكان الكنيسة بالزبط وبتجرب كل سرعتها في اتجاه الكنيسة وهناك بتكتشف ان ما فيش حد موجود فيها فبتطلع على المبيت الخاص بالراهب لكنه بيبقى فاضي وبرضه ما فيوش حد فبتدور دروه في المكان على اي حاجة ممكن تساعدها وبتلاقي شكوش والم فبتحدد بالقلم مكانها هي واختها مية على الخريطة وبتكتب عليها ان هم محتاجين للمساعدة وبتسيب دروه الخريطة في المكان علشان الراهب لما يرجع يشوفها ويمكن ساعتها يقرر ينقذهم وبعدها بتاخد الشكوش وبترجع للعربية من تاني وبتحاول تفتح الشنطة ولكن كل مجودها بيروحها الفاضي وما بتعرفش تفتحها فبتتعصد دروه جدا وبتقرر ان هي تزوء العربية من فوق المنحدر على امل ان العربية تتكسر والشنطة تتفتح وبتقع العربية من فوق المنحدر وبتلاحظ دروه ان شنطة العربية تفتحت فبتنزل من فوق المنحدر بسرعة وبتروح لحيط العربية وبمجرد ما بتوصل دروه للعربية بتلاقي في شنطة اسعافات اولية في العربية وانبو بتلحام اطارات سيارات وما بتلاقيش الرافع اللي اختها مي قالت عليها فبتحبط هنا دروه وبتقعد تعيط لان هي مش عارفة هتنقذ اختها ازاي وبالصدفة بتشوف قدامها خشبة عليها لوحة اعلانات قديمة فبتقرر ان هي تاخد الخشبة دي علشان تستخدمها وتحاول تحرك السخرة اللي فوق رجل اختها مي وبعدها بتستخدم دروه ان بو بتلحام الاطارات وبتصلح خرطوم استوانة الاكسوجين وبتاخد استوانة الاكسوجين الاضافية وبتختص في المية وبتقوم دروه كل سرعتها علشان توصل لاختها مي وفي نفس الوقت ده بتكون مي واقع تحت تأثير تخدير النيتروجين الموجود في استوانة الاكسوجين وده بيكون حصل بسبب ضغط المية المرتفعة في الاعمال وده بيخليها في حالة عدم الاتزان وبتفضل تهالوس فبتفوقها دروه الحالة دي بسرعة وبتغير لها استوانة الاكسوجين وبعدها بتحاول دروه ان هي ترفع السخرة باستخدام الخشبة اللي معاها فبتتحرك السخرة فعلا و بتبقى مي على وشك ان هي تسحب رجلها من تحتها ولكن الخشبة بتتكسر فجأة والسخرة بترجع مكانها تاني فبتعاية دروه و بتسأل مي هي ممكن تعمل ايه تاني علشان تنقذها فبتطلب منها مي ان هي تهدأ و بتعرفها ان ما فيش اي حاجة تاني هي ممكن تعملها و ما فيش اي طريقة غير ان هي تسيبها وتطلع للسطح لان استوانة الاكسوجين اللي معها قربت تخلص هي كمان وبتقول لها مي ان هي بتحبها و فخرة بها جدا علشان هي عمل الكل اللي تقدر عليه في سبيل انقاذها لكن واضح ان خلاص ما فيش امل وبتشكرها مي على كل اللي هي عملته وبتترجعها تسيبها وتمشي قبل ما الاكسوجين اللي معها يخلص وتموت معاها لكن دروب ترفض تتخلى عن اختها و بيجي في دماغها فكرة زكية فبتحط الجاكب بتاعها تحت الصخرة وبتملاب الهواء من استوانة الاكسوجين على امل ان ضغط الهواء يحرك الصخرة من فوق رجل مي وبمجرد ما دروب تبدأ تملاب الجاكب بالهواء بتتفاجئ ان الصمام الامام في الجاكب بيصرب هواء فبتحاول ان هي تسيده بايدها لكنها ما بتقدرش تسيطر على الهواء اللي بيخرج منه فبتقول دروب اختها مي ان هي مش هتستسلم ابدا بتحس بتعب وبتبقى مش قادرة تتحرك خالص وفي نفس الوقت ده مي بتفقد الامل ان هي تعيش وبيسيطر عليها حالة من اليأس وبتفتكر زكرياتها وهي طفلة لما كان ابوها بيعلمها الغص هي اختها دروب ولكن فجأة في الوقت ده بتيجي دروب معها انبوبة الحامل اطارات وبتسد صمام الامان الخاص بالجاكب وبعدها بتوصل الجاكب باستوانة الاكسوجين وبتملاب الهواء وبترفع الصخرة وبتسحب ميه رجلها من تحتها وبتكون ميه فرحانة جدا ان اختها ما تخلتش عنها لكنها بتتفاجئ ان دروب اسمها بيدخل في حالة صدمة وده لان هي بقالها فترة طويلة وتغتص على عمق كبير فبتاخدها وبتروح بيها بسرعة على الكهف اللي هما كانوا فيه قبل كده وهناك بتتكلم ميه وبتقول لدروب ان هي لازم تفضل في الكهف علشان ترتاح شوية لان هي لو طلقت للسطح دلوقتي هتموت بسبب ضغط المية وبتطلب منها تقاوم وما تفقدش وعيها لحد ما هي تروح تجيب استوانة اكسوجين علشان تنقل هوا اللي في الكهف وبمجرد ما بتمشي ميه بتتأثر دروب الهوا الملوس اللي موجود في الكهف وبتفقد وعيها وبترجع ميه للكهف وبتفتح انبوبة الاكسوجين علشان تنقل هوا وبتسحب دروب من تحت المية وبتطلع بيها لسطح الكهف وبتكون فاكرة ان هي ماتت فبتعمل لها تنفص صناعي وبتحاول تناش قلبها وبعد محاولات كتيرة بتفوق دروب تحضن اختها ميه وبعد شوية وقت دروب ميه بيستريحوا شوية من التعب وبتمسك ميه اختها دروب بتعوم بيها لحد ما بيوصلوا لسطح المية وبيخرجوا بعدها هما الاتنين من المية وبيعودوا على الشط فبتحضن ميه اختها دروب وبتبتسم وبتقول لها ان السنة الجاية هي اللي هتختار المكان اللي هيغطاسوا فيه وبيخلص الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلم تشينو على اليوتيوب وكمان تعمل فلو على الاكاونت الجديد على الفيسبوك وهسيب لك الرابط في اول تعليق ويلا سلام